بالنظام مسى الخير في زمن الاستشارات نجيب ميقاتي الرئيس المكلف يحفر في الصخر ليؤلف حكومته فهل تبصر النور؟ لا عوامل مساعدة لمهمة الرئيس ميقاتي ولا أجوبة حاسمة الأجواء السياسية ساخنة ومعقدة والسيناريوهات كلها مفتوحة على المجهول وكماء الخطر مائلة إلى أن لا حكومة حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشيل عون إذن الحل وراءنا والفوضى أمامنا وتحضر يا لبنانيين إلى ما هو أسوأ نعم أسوأ بكثير للأسف ولنعدد الأسباب شلل على مستوى السلطة التنفيذية إلى ما شاء الله وقرارات مواجهة الانهيار غائبة كليا في بلد مأزوم اجتماعيا ومعيشيا الطحين والخبز مفقود الكهرباء من سيء إلى أسوأ وفتورة الموالدات تكوي جيوب المواطنين حتى مياه الشرب حرمت على الناس رواتب موظفي القطاع العام مهددة وإدراب الموظفين يتمدد إلى كل الإدارات والقطاعات ليصل إلى موظفي مصرف لبنان الخلافات تدب بين أصحاب المصارف النفط والغاز اللبناني معلق طبعا بانتظار الترسيم والمفتاح بيد الأمريكي إذن هي فوضى بكل المقاييس وستمتد حتى نهاية العهد والعهد القادم أيضا غير مضمون أو محسوم أحلها إذا فيك تحلها بالتأكيد لن يكون الرئيس ميقاتي سوبرمان ما يستطيع القيام به سيطرحه على الكتال النيابية والسيناريو المرجح تعديل أو ترقيع الحكومة الحالية ببعض الأسماء والاقتراحات الجديدة ما يخفف الإشكاليات السياسية والشروط والشروط المضادة وماذا عن مواقف النواب التغييريين والقوى المعارضة والمستقلة هل سيشاركون في الحكومة الميقاتية إذا ما عرض الأمر عليهم أمن هذا الأمر غير وارد وعلى هذا الأساس يرجح أن يتقدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نهاية هذا الأسبوع بأول تصوراته الحكومية ليضعها أمام رئيس الجمهورية والانطلاق في ماراتون المفاوضات فهل ستسهل عملية التأليف أم أننا سننتظر شهورا وشهورا وتيتيتيتي مثل مرحتي مثل مجيتي ضيف حلقة الليلة من بالنظام هو النائب ملحم خلف مساء الخير ساعة تنهي مساء النور أهلا وسهلا فيك تعطيك العافية شكرا لأس إضافتي أهلا وسهلا فيك مبروك أول شيء شكرا طبعا من محامن بارع ولامع إلى نقيب للمحامين إلى نائب في البرلماء اللبناني إلى ماذا؟ إلى ملحم رئيس الجمهورية مثلا في يوم من الأيام أو تموح إلى هذا الخادم إلى خادم المواطن وهذا أرفع أرفع مرتبة معقولة أنا أن أصل إليها يلي هي هلأ فينا نقول النيابة هو يعتبر خادم الشعب صحيح؟ وهيدا هو هيدا أعلى رتبة بحلم فيها بحياتي أنه أن أصل إلى قلوب الناس من خلال الخدمة على أن تكون الخدمة بكل هيك مسئولية ويعني وجدية يعني أنا هيك شوية حاولت المقصود بأنه عم تطلع السلم درجة درجة مثل ما بيقولوا صحيح هذا الشيء ولا لا؟ يعني بيضل واحد عنده طموح عنده طموح شوي كبير بالخدم طيب شو رحت وقلت للرئيس نجيب ميقاتي بالأمس نحنا كنا كتير صريحين مع دولة الرئيس وقلنا له أول شيء أنه لا يمكن القبول تحت أي شكل من الأشكال معاودة تظهير أي حكومة هي حكومة محاصصة وهذه الحكومة المحاصصة التي تختزل المجلس النيابي لن نقبل تحت أي ظرف أو أي مقولة أنه اليوم يجب أن نذهب إلى مكان هو فقط لتعبئة مراكز من دون الأخذ بالعملية الإنقاضية التي اليوم يتخبط فيها لبنان هذا الأمر كنا كتير بوضوح حتى هو بعتقد كان موافق معنا لدرجة مضبوط بس كيف أريد أن أخذ الثقة؟ يعني هو يدور على الثقة أكثر ما يدور على العملية الإنقاضية وهذا يعيق المقاربة هو بده الثقة لحتى يبلش العملية بس أنا اللي حقول شغلي إذا بدنا الثقة بس لنشكل حكومة من دون ما يكون بدنا الإنقاض بعتقد لح نرجع إلى نفس النتيجة يلي نحنا موجودين فيها هل اليوم نحنا بدنا نفس النتيجة؟ نحنا لا يمكن أن تأخذ الأمور إلا بنتائجة نتائجة يعني فيه أوضح منا هل ضروري أنه نحنا نوصفها بعد؟ هل فيه مطرح درك أكتر من يلي وصلنا له؟ هل يمكن أن نعود؟ قاله يلي جرب لمجرب هيدا اللي عطول عم نسمعه؟ لا مش عم نسمعه هيدا الحقيقة هيدا الحقيقة وبنا نرجع نكررها مش رح تزبر أكيد بس شو عنا بديل اليوم؟ البداية اللي كتير واضحة أبون أنتو رحتوا سميتوا القادي نواف اسلام على أي أساس يعني شو شفتوا بالقادي نواف اسلام غير يعني شو هو مشروع توصلتوا معه؟ نعم نحنا توصلنا معه نحنا ما شفنا بالإعلام أي موقف لي القادي نواف اسلام حتى ما فهمنا إذا هو بيحب يكون رئيس حكومة ولا ما بيحب يكون رئيس حكومة؟ هذا صح بس هيدا بتسألي لقلو ولازم هو كان يطلع على الإعلام أو ما يطلع بس نحنا توصلنا معه نحنا سألني عنه شو هو وجه المشروع يلي على أساس أنتو قررتوا تسموه؟ هو استنهاض واسترداد الدولة مش كلكم كمان قررتوا تسموه مش كلكم كتغييري نعم هلا بشرح وهيدا بالنسبة لقلنا هيدا علامة يعني إيجابية وصحية ويجب أن تأخذ بأبعاده يعني اليوم نحنا وقت ما نكون 13 شخص هؤلاء 13 شخص أول شيء ما بيقتمروا بشخص واحد ديمقراطية شكرا اثنان خلي إن شاء الله الأحزاب التقليدية تتعلم من هيدا التجربة يلي هي بنقدر نفتح المجالات أمام اختلافنا والاختلاف ليس بخلاف والاختلاف هيك يظهر نحنا من نسقط الأفكار على بعضنا نحنا في مساحة هذا مدى ديمقراطي نعرف كيف نكون اليوم على قدر المسئولية التي نرتبط بها هذه الصورة بدأت تكون صورة لأن نحنا من حزب نحنا من بكتلة انطلاقا من هون هذه الصورة التي نعطيها هي صورة جديدة نهج جديد نقدر نقبل الاختلاف وأن لا نكون بخلاف هذا أمر يجب أن يصوب عليه بكل إيجابية وليس أن يؤخذ علينا أن كنا بهذا التنوع لا لا أكيد ما عم نحكي هي ديمقراطية وإخليشية كل واحد عنده رأى شغلة صحية هي أنه 13 واحد ما في يكونوا بنفس الرأي آخر شي لا هذا الأمر لا يفسد للودي قدر طيب شو اللي لقيتو بأستاذ نواف اسلام ولم يعني لم يكون موجود عند الرئيس نجيب ميقاتي وتحدثت عن المحاصصة كأنك عم تحكي عن تأليف يعني للحكومة لحتى شفت أنه في محاصصة بالتأليف هليني هو سؤالين السؤال الأول بالنسبة لتسمية القاضي والسفير السابق أستاذ نواف سلام نحن لا نقارن أشخاص نحن نقارن برامج نحن نشوف على ضوء البرامج اللي نحن عم نحكي فيها هذه المرامج تتوافق مع النظرة الجديدة والتغييرية الوطنية اللي نحن عم نطرحها بالحقيقة نحن على أول شغلة لا يمكن لنا مثل ما قلت لي كنت أوضحت لشخصك الكريم ولمشاهدين أنه اليوم الأمور بنتائجها يعني هذه النتائجة اللي وصلتنا لهون هي من خلال كمان هذه السياسية اللي كانت من قبل ومن بينها كانت على يعني بين أيدي الرئيس ميقاطي اللي نجل ونحترم على المستوى الشخصي إنما بالموقف السياسي نحن اليوم باعتقد ما فينا بقى نتحمل أن نذهب أكثر إلى هذا الانهيار هذا الانهيار بدنا مكان ما إعادة الجميع ما بده بقى يذهب إلى هذا الانهيار بس منرجع مناخد نفس الأدوات بدنا نحن خط جالس بس منستعمل سنين المنشار إذا بدنا مصطرة جالسة بدنا نستعمل غير سنين المنشار الأدوات تختلف والأدوات يجب أن تكون تغييرية وهذا الأمر يجب أن يذهب ضمن هذا هو تغيير لمجرد التغيير يعني طرحته اسم نواف إسلام برجعب لك هو نهج جديد شو هو مشروعه يعني شكيف يكن تعرفونها أنا لعلك شو نهج جديد أول شي اللي هو ضمن إطار اللي هو خط التعافي تقوم على مقاربة غير المقاربة اللي هي اليوم عبي يفرجون إياها اللي هي فقط على حساب المودعين وكأنه هذي صارت عندكم بمجلس النواب هلا صارت عندكم هذي اللي صارت عندنا بالمجلس نواب ما تعطلوا هام بتسمعوا صوتنا عظيم وبتشوفوا إدينا نحنا اللي حنقارب بخبرة عالية بعلم وبمقاربة هذه المقاربة الوطنية للإنقاذ نحنا اليوم التفعيل مثلا الهيئة النازمة الإصلاحات اللي عم نطلبها بتفعيل المسائلة كل هذه الأمور يجب أن ننطلق منها وأن تكون بشكل أولي أول بأول بأن تكون اهتمام بوجع الناس هذا الوجع الناس يلي عم نحكي كنا مع السفير القاضي نواف سلام يلي كنا عم نحط إنه فيه إصلاحات أساسية بمقاربة وجع الناس هيدا أولوية الأولوية عند رئيس ميقاتي كمان هيدا أولوية الأشياء سيدتي سيدتي شوفي خطة التعافي ما لحقته تطلقها من رئيس ميقاتي ما شفنا أربعمائة نهار أربعمائة نهار بديك تسأل اليوم عندنا أربعمائة نهار مرأوا علينا مش ماري الخط تسعة وعشرين ما مرأ هلا بدك تقولوا لنا أنه اليوم لح يتغير بترجيكون نحنا ما نكون صدقين أي رئيس حكومي بدي يكون سوبرمان لا يقدر يغير بفترة تلتة شهر ساعتنا سيدة الكريمة هل نكونش بي واقعيين كمان هيدا الواقعية يلي صرنا سمعين من أكتر من 30 سنة لليوم وصلتنا لهذا الواقع المرير يلي عم نتخبط فيه هيدا الواقعية إذا اليوم لنا حق نحنا نطلب أنه الواقعية أن تكون جدية بتغيير وبإصلاح جذري لا يمكن أن نقبل أن نكون فقط يعني واقعيين لنقبل بهذه المقاربة يلي هدر بعده هدر الإطار يلي هو هل تعرف حضرتك أنه يوميا يخسر لبنان 25 مليون دولار يوميا مين بيتحمل المسئولية يلي قاعدين هلأ عبيد خانق أو بتعطيني وزارة أو ما بتعطيني هيدا هن العبيد تكلوا على أنه يأخروا بتشكيل الوزارة هيدا يلي سمعني من دولة الرئيس يلي اليوم عنده مشاكل كتير كبيرة بتأليف الوزارة هل يا تورا نحن منقدر نحمل هذا الأمر هذا الترف بالمواقف يلي هي مش شايفين الناس وشايفين المواقع وشايفين كيف بيتقاصموا الكراسي إذا هيدا البدنية إذا هيدا البدنية خلينا نضلنا مطرح ما نحن ونقارب لكين الرئيس ميقاطي بيه اللي عم يعملوه يلي هو يشبه السابق أنا بدي أمشي معك للآخر أنا بدي أسلم جدلا سميته السفير نواف سلام وأتى السفير نواف سلام إنه سلم جدلا أتى السفير شك الحكومة من سيوقع على هذه الحكومة يخشي رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة صحيح؟ نعم يعني يجب أن يكون موافق عليها رئيس الجمهورية نعم طيب إذن كنا رح نوصل لموعد انتخابات رئاس الجمهورية من دون حكومة ولا لا؟ مين قال؟ كيف نقدر نقبل هيدا الكلام؟ بقتزر من الكل هذا الطرح السؤال اللي حضرتك عبدت تتفضلي فيه يلي هو مشروع يعني مين قال غير هيك ممكن يصير مشروع بس مش هيدا اللي حيصير بس هيدا كمان ممكن انه يصير هلأ أنا ما بدي فوت بالغيب هيدا بالغيب سؤال افتراضي هيدا بالغيب هيدا بالغيب أنا بدي أقول أنا اليوم عندي شعبي عبيطلب خبز عندي شعبي ما عنده إلا ساعة كهرباء بتقدروا تقولولي شو هيدا الطرف بي اليوم بعدم تشكيل أو بي ما بدي أقول بعدم تشكيل بس بهيدا بها الوقت الضائع يلي كل يوم بيمره ترف الوقت معنا ترف الوقت عنا ترف الوقت عنا ترف الناس بس لأقلك ترابلوس سقطت بناية بتعرفي قدي ضلينا 48 ساعة لنقدر ناخد شروط سلامة عامة وبعدك جاي من ترابلوس كنت عم بتقلي يعني سلا كاومان بترابلوس يعطيك ألف عافية لا يعني ودائما منقول نواب المنطقة بس أنت بتقول نحنا نواب الأمة ونواب لبنان أنا هيدا بعتقد أنه كلنا ملزمين ببعضنا هوضي أهلنا من أقصر نقورة لآخر العبودية نحنا بلد واحد نحنا شعب واحد خلصنا بقى نحنا اليوم نمثل كل الناس ووجع الناس نحنا مسؤولين عنه شو يعني نواب تغييريين شو جايين تغيروا خلين لا يعني خلينا نسمع شكرا لسؤال يعني لأنه الناس عم تسأل هيدا السؤال أنه نواب تغيريين شو بتكون تغيروا أنا بدي أقل لي بنا نغير نهج بنا نصير مسؤولين بدنا فعليا ساعة النائب يعني إذا ياريت متابعين بس هاليومين لتشوفوا شو عم نعمل على الأرض يعني بدي أقلك من مراجعة وزير المالية ليقدر يتمم يمضي المرسوم تقول الهيئة العامة بدي أقلك من مراجعة وزير الاقتصاد لنقله قد فيه طوابير خبز ومش قدرين يأمن الأمور بالشكل يلي بيسمح لنا أنه نريح العالم بدي أقلك أنه من الوزير لرئيس مجلس الوزراء لنقله هاي العليا للإغاثة كيف لازم تكون تقدر تلبي الناس يعطيكم ألف عافية لأقلك على لأقلك الماء اللي مقطوعه عن بيروت ويلي كان بده أنه ننزل على الأرض لنقدر نتابع حتى يلي بيعملوا الجوان هيدا الجوان يعني القاطع مبين البايبلينز يلي كانت رايحة هاو دي كلهم عم انتبعون الجوازات السفر شو بدي كنقليك عدم صوق عدم صوق عدم صوق الموقفين عن جد يمكن هيدا شغلات جديدة يعني الناس عم بتشوف شغلات جديدة بس آخر الشي بدنا عملانيا عملانيا هيدا شو هيدا شو تنظير كنت لا لا أنا معك بس أنه بدنا آخر الشي تنحل الباسبرات بدنا آخر الشي تنحل مشكلة الكهرباء متل ما عم تقول بدنا آخر الشي يكون في تحين وخبز بدنا بالأول مش بالأخي بدنا بالأول يعملوا نوضي الناس ما عاش فيهم ما هذا العقول انه اوكي يعني من طالب بس بدنا بدنا يسمعوا المطالب ويحققوها مش بس نطالب يعني بدي يكون في وسيلة لحلك الوسيلة الوسيلة مشان هيك انتوا فاصلين النيابة عن الوزارة كانوا بتغييرين انتم مع فصل النيابة يعني انتم لن تشاركوا بهذه الحكومة كوزراء كوزراء ممكن انه يكون في ناس من قبلكن يعني كمان وزراء تغييريين لن نشارك لا مباشرة مش انتم مش بأشخاصكن ولا غير مباشرة ولا غير مباشرة ولا غير مباشرة خليني يكون صادق حتى ما تصير مجلس نواب مصغر الحكومة شكرا الاختزال مجلس النيابة مرفوض هذا مبدأ بدنا نمشي به خيارات جديدة هيدا تغيير هتسأليني عن النهج التغيير انا لحقلك تفضل من يدير السلطة؟ لمن تدار السلطة؟ هل ترى نحن بدنا نكون نخبة ونعمل بس هذه النخبة بين مسؤولين او بين زعماء طواقف وهن يديروا الدنيا؟ وهل نحن بدنا نخدم فقط بعض النخب يلي هي نخب اقتصادية ونخب مالية؟ هل هذا هو النهج يلي بدنا نحن جايين لغير شيء؟ نحن جايين لنقدر نغير النهج لنصير كلنا أولا على المستوى الداخلي تعاضد أساسي نحن مطلوب مننا أن نكون الخيار الثالث ما بين اصطفافات أدت بنا إلى ما أدت إليه هيدا الاصطفافات يلي ما أدت ولا بمرة إلا إلى الهلاك يلي عم نعيشه اليوم نحن خيار ثالث نحن جسر بين الناس نحن جسر ما نكون ونؤدت هذه المسؤولية وهيدا نخدم كل الناس ومن دون أي مفارقة أو مزايدة أو مساومة أو تسوية هيدا الناس هود المواطنين لهم حق علينا هود المواطنين لهم حق أن يشوفوا فينا صورة جديدة بتشبه أولادهم بتشبه أمال أولادهم بتشبه أد ما هن بيحلموا بوطن على أد أمالهم هودا نحن جايين نعمل هيدا التدمة ونعمل هيدا الصورة بس يعني أنا أكثر من شخص كان معا دافع هالبلاتو ونواب يعني زملاء لألكم بس مش من الجدد والتغييريين عم بتحسسوا الناس وكأنه في نواب صف أول ونواب صف عشر وبأنه أنت صف الأول نحن صف الأول خلي النواب الصف الأول لا 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 حلي لا ما أنا اللي أصد تقوله اللي أصد تقوله أنه هني عم يعتبروا أنه عم تحسسون أنه أنت صف الأول وهني صاروا صف عشر لا لا ما أنا أنا لحسس هيدا الإحساز إذا هني عم بيحسوا عظيم يعملوا أحسن منا يتقدموا علينا نحن صف العاشر وعم نعمل هيدا الشغل وبكل يعني ومأصرين تجاه الناس خليون هني بالصف الأول ويقعدوا بالصف الأول ويكونوا مرتاحين الضمير أمام الناس هلأ مئة وثمينة وعشرين نايب مش شايفين إلاها تلتعاش وبيجوا بيقولوا وكأن الدنيا لا لا مش بس تلتعاش حتى المسمين حالوا المستقلين نحن صف عاشر صاروا مخلوطين ببعض نحن صف عاشر تواضع هيدا كتير أكيد نحن جايين بتواضع لأنه المتواضع هو الخادم الأول نحن خدمة لهذا الشعب ولحنكون خدمة ولحن تشوفونا خلال الأربع سنوات ونحن في إصلاحها نحن منا إلغائيين ولا إقصائيين نحن لسنا إلغائيين ولا إقصائيين نحن نعمل يلي بيملي علينا ضميرنا يلي بيحس أنه نحن إقصائيين بعتقد قاله يمكن يعني ما بعرف الإناء ينضح بما فيه بس نحن منا هيك إلى أي حد اليوم تعتبر أنه المهمة صعبة حتى ما نقول مستحيلة أمام الرئيس ناجيب نقاتي لكي يؤلف هذه طلعي صدقا أكيد عنده مشكلة مبينت اتظهرت بمواقف الكتل هذه المشكلة هي نحن مندعي لأن يكون اليوم أن يأخذ المبادرة وأن يكون على قدر اليوم الإنقاذ مطلوب منه وهذا الإنقاذ لا يكون على أنه فترة ثلاثة شهر ونمرأة هذا الإنقاذ اليوم عندنا خبرات كثير عالية في لبنان هذا الإنقاذ بثلاثة شهر على القليلة بنعمل وقف هدر هذا الإنقاذ الذي بثلاثة شهر بنقدر على القليلة نكمل السندوق النقد يكون على بيّنة من يلي بننا نعمله إلنا سنتين بعدنا بنحكي بالإصلاحات وكأنه كلام كلام اليوم ما فينا بقى نمرأ هذا الوقت ما عنا ترى في الوقت اليوم قبل بكرة مهمته يعني مستحيلة أنا بالنسبة لقليلة مهمته صعبة بس مهمته مش مستحيلة ما في شي مستحيل على الإنسان يعني ما بعنا كتير وقت عنا أربعة شهر تقريبا أنا بعتقد ما عنا أربعة شهر عنا بكرة كل يوم عم نقصر 25 مليون دولار اللي بيقدر يحمل هيدا ويجعل الناس عبد طالبنا تعرفين ستنا شو عبد يطالبوني من تقريبا ثلاثة جميع طلبوا مني بعض الناس خبز استحيت من حالي استحيت من حالي من جمعة طلبوا مني طحين أنا أخجل من نفسي أمام وجع الناس وهذا وجع الناس ما بيسمحلي أعمل ترف الكلام أنا هيدا الموقف يلي بيهزلي ضميري أبل منام كل ليلي نعم وبالتالي اليوم نحنا عنا موقف إنقاذي أخلاقي قيمي لازم كلنا نروح عليه اللي هو يلي بده يروح يحكم يتفضل يلي بده يعارض يكون على بينة وعلى مقاربة مع الناس ويقلهم الحقيقة بشفافية بصدق إن كان بالحكم يكون صادق وكان خارج الحكم يكون صادق هيدا هي أنا نرجع أنتو تعتبرون نفسكم يوم معارضة نعم وبالتأكيد يعني أنتو ما بتكون تشاركوا بالحكومة حتى تقدروا كمان تحاسبوا الحكومة بحرية هيدا الديمقراطية الديمقراطية تقوم على ثلاث مبادئ نعم أول مبدأ هو مبدأ تداول السلطة بدأ تعتبروا ما بيضل السلطة بنفس الأشخاص وبنفس يعني نفس الناس تداول السلطة هو أمر مهم ليه؟ لأن بيجدد الدم تاني أمر فصل السلطة فصل السلطات والتعاون فيما بينها نعم وفصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة القضائية وثالث وحدة هي المحاسبة والرقابة يعني هيدا المحاسبة هي أمر أساسي عندما نختزل ضمن الحكومة المجلس النيابي أسقطنا الدور لهذا المجلس الكريم مجلس النيابي إلو دوره إلو دور رقابة أساسي ما بنقدر إذا نحنا كنا جوات الحكومة كيف بدك أنت تستنظري منا أنه نحنا شوف ننتقد هيدا الحكومة أنه عم كنوا شهود زور بتعتبروا نفسكم فيما بعد دوركم تشريعي ورقابي وعليكم أن تحاسبوا آخر شي تحدثت عن مواقف الكتل النيابية اليوم بالاستشارات غير المنزمة مع الرئيس ناجيب ميقاتي اليوم عندما حزب القوات اللبنانية يقول أنه لا يريد أن يشارك بهذه الحكومة اللقاء الديمقراطي كتلة النواب لا تريد أن تشارك بهذه الحكومة الكتائب اللبنانية كمان لا يريدون أن يشاركوا بهذه الحكومة راح نكون أمام أي حكومة بنرجع إذا الجميع ما بدوا يشارك بهذه الحكومة بنرجع لحكومة اللون الواحد ولا كيف احنا لحاليك شغلي أول شي الحكومة يلي بتتشكل هي من الأشخاص يبدوا يتحملوا مسؤولية الحكم من يتحمل مسؤولية الحكم؟ يعني إذا حدا هو عبيقول أنا ما بدي شارك بده الشخص يلي بده هو يحمل المسؤولية الحكم بيقدر وبينتظر هو يعمل الجهد بالحكم والمعارضة يعني عن الرئيس أصدك؟ لا عبي بحكي عن الحكومة يعني تتألف الحكومة من الأشخاص إذا الكلمة بدون يشاركوا بوقت أنه الكل عم بقول نحنا بدنا نتعاون لنقلف الحكومة وبدنا تأليف حكومة سريع بوقت يعني ماراتونة والجميع ما بدوا يشارك بالحكومة سيدة الكريمة فإش هو هيدا التناقض ولا مش تناقض سيدة الكريمة الوضع يلي عم نمر فيه هو هالقدة يعني معرقل لما أقول هو يعني اليوم في عنا مشكلة عميقة مكبل شكرا للكلمة مكبل بالسلطة تعرفي ليه؟ لأنه خربطنا لعبة ديمقراطية لعبة ديمقراطية بتقول يلي بدوا يحكم بيقلف حكومة ويلي بدوا يعارض بيكون بالمعارض عندما يقول نحنا مخربطين بالقواعد القواعد الأساسية المبادئ القانونية المبادئ الدستورية خلينا نحكي هون بالقانون الدستور لح يصير وجهة نظر مصار وجهة نظر ورسلنا ماشينا على الأعراف للأسف بس خليني إليك شغل سكريني بالأعراف لأنه لابا عندي كلام بالأعراف التقاليد الخاطئة ليست بأعراف هلا بنرجع عندما يقول زميلك النائب جبران باسيل هو زميلك عندما اليوم بيقول يعني من بعد ما يعني التقى التكتل لبنان القوي رئيس الحكومة يقول أنه كمان هذا موضوع التكليف الغير ميثاقي شو قصة التكليف؟ فيه تكليف غير ميثاقي بمقدمة الدستور بوضوح لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك كيف بيكون فيه ميثاقية وغير ميثاقية بالتكليف وحتى بالتأليف يا ستنا من بعد ما اتشار زميت السلطة أدخلنا مفهوم لسوء الحظ مفهوم المذهبية والطائفية والزبائنية بشكل أن تقاسم السلطة أصبح كل من يريد أن يعطل بيرفع هذا المفهوم يلي هو الميثاقية يجب أن تكون إيجابية الميثاقية ليست بالسلبي إنما نحنا اليوم صدنا كي ميثاقية بالتكليف؟ لا بس أنا خليني أقليك لأنه أنا كمان بديك تحكيها كمحامة كمحامة لحليك يعني أنا بديك أشكلك لأنا هذيك ساعة قلت لي الأعراف اليوم عبدالدخل ماشيين بالعراف؟ لا 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 ديئة 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 عم نخلط مفهومين التقليد والعرف العرف هو يجب أن يظهر من داخل مصدر من مصادر إذا بديك المصدر القوانين التقليد يلي هني عب يتبعوه هو تقليد خاطئ وعب يعملوا من هذا التقليد الخاطئ عب يعتبروه وهو عرف هيدا غير مقبول وهيدا يلي سقطت فيه الانتخابات اللي جان داخل المجلس النيابي هيدا يلي عب تسقط فيه هلأ هيدا الكلام يلي عب ينقال بالتكليف الغير نساقي هيدا دايما نحنا نحنا شو بدي أبطال بكيفية يعني نحط دعين تتجرب لا لا مش بس هيك أنا لحقلك بإسقاط العملية الديمقراطية وبإنجاح الدكتاتورية الطائفية نحنا أمام هذه المشهدية ونحنا ما عم نقدر نطلع من المذهبية والطائفية المقيطة لنذهب إلى المدى الأرحب بالمواطنة يلي بتحط الإنسان وكل مواطن بعلاقة مباشرة مع الدولة مبنية على الحقوق والموجبات نحنا إذا ما منوصل لهيدا الإصلاح وهذا الإصلاح بتطبيق الدستور مش لح نقدر نقدم ولا فشها وهون أنا بقدر أفتح معك يعني نقاش حول شو الإصلاحات المطلوبة نحنا لازم نروح إلى إصلاحات حقيقية ونحكي بنقاش جدة صريح من دون كفوف مع بعضنا البعض إذا بدنا يكون عندنا صدق ببناء مستقبل لأولادنا والأجيال الصعبة وإلا نحن سنكون بكتكاذب وسنكون بهذه العملية يلي زحلة شوي أنا بدي أخد شقفي أكبر من شقفتك لا أنت أخد شقفي أكبر من شقفتك خلاص بقى الناس بهذا المنطق أسقطوا الدولة لا الدولة لا تسقط أسقطوا السلطة يلي هن مسؤولين عنها لن ندخل بهذه اللعبة يلي هي بتسقط السلطة نحنا بنا نسترد الدولة ونستردها كما يقول الدستور اللبناني بدنا نطبق الدستور نعم بدنا نطبق الطائف بدنا نطبق الطائف نعم لنا 30 سنة مش قدرينين نطبق الطائف هلأ رح تقدروا رح تعملوا جهدكم نحنا عنا مشروع ونحنا بلشنا بهذا المشروع وكلو بيعاركوا نحنا عنا ثلاث إصلاحات كبيرة أساسية أساسية وهذه الإصلاحات يجب أن تكون موضع نقاش بداخل المجلس النيابي نحنا إنشاء مجلس الشيوخ الشيوخ المركزية الإدارية الهيئة الوطنية للغاية الطائفية السياسية أنا بأعتقد لحل هذه الهيئة دايما بتعمل نقزات خليني حتى تحكي فيها مطولا بدي أخد فاصل أعلاني بس قبل الفاصل بدي منك بوضوح شو يعني موضوع تكليف غير مساقق ما فيشي اسمه تكليف غير مساقق أنا ما بأعتقد فيه تكليف غير مساقق فيشي اسمه تكليف غير مساقق ما بأعتقد أنا بأعتقد طالما هو عفواً الطائفية تكون ممثلة بغض النظر صح شكراً هذا العبول لا يمكن قبول التقليد الخاطئ ورفعه إلى مستوى العرف هذا تقليد خاطئ نعم هيدا هو من صقت نحن الوزير يلي ما بعض من أي طائفة من صقت عليه يعني نسعب نسعب عنه يعني الطائفة وبنختزلها بقوة هي بتختزل الطائفة أنا بأعتقد هيدا هي يلي قلتلك استعادة المواطنة وأسقاط هذه إذا بدك الدكتاتوريات الطائفية أمام واقع مرير وصلنا إلى الدرك فيه خلينا نرجع على الإنسان والمواطن يلي هو أساس كل سياساتنا وخياراتنا خلينا نتوقف مع أول فصل الأعلان نعود إليكم مشاهدين بعد هذا الفصل نعود إليكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بالنظام مع ضيفي سعادة نائب ملحم خلف برحب فيك مجددا أهلا وسهلا فيك كده عم تتحدث قبل البريك عن ثلاث إصلاحات أساسية ومهمين وهن من أولويات مشروعكم كنواب تغييريين يريد ترجع تبلش لأنه قلت لك خلينا نعطيك وقتك تحكي بالموضوع شكرا أول شي أنا بدي أقول أنه أول إصلاحات اللي لازم نفكر فيها هي الإصلاحات اللي بترد الأولويات للناس هيدا أول شي ما ننسيها ما نضيع عن هذه الإصلاحات بالموازات يعني بنعمل هيدا إصلاحات سياسية بالموازات بس أنا دايما بدي أرجع أركز الإصلاحات بأولوية الأولويات هو حاجة الناس ما عاش فينا نحن نغمد عيوننا عن حاجة الناس ونمرأة كأنها ليس هناك من أمر أهم من كراصينا ومناصبنا هو مطلب على فكرة كمان لازم نشير هذا مطلب خارجي حتى أنا بالنسبة لي مطلبي أنا من الناس لا بيهمني الخارج ولا شايف الخارج لا بيهمك لأنه إخذ الشيء إحنا بدنا الـ IMF والصندوق النقد الدولي بس أنا عقل بقاء بس أنا عقل بقاء بس أنا عقل بقوله إنه هيدا همي أنا برفعه ولا أقدر أنا كون على نقطة التقاء مع يمكن يلي اليوم لسوق الحصن نقدر الوطني عب يلزمنا فيه بس ما فينا بقاء نطلع إلا ما يكون عنا ثقة نحنا بدنا ختم بالثقة يلي بيجينات هلا بموازات ذلك يعني لما أنا كون ما عب بحكي مع الناس لأنه لأ هيدا الكلام هايقولولي أنا بدي خبزاتي وحليباتي أكيد هيدا أولويات عند الناس وهيدا أمر طبيعي وجاي عب تخبرنا أنت هيدا الأصلحات خليني كون بهيدا الأولوية هونيكة بموازات ذلك نحنا نعتقد هناك أمر أساسي هو ضرورة تطبيق الطائم تطبيق الطائف خليني سهل العملية ومقاربة سنة الألف وتسعمية وعشرين وقت تتأسس لبنان الكبير قامت علاقة ما بين المواطن والدولة إنما تمر وجوبا بوسيط هي الطائفة علاقة المواطن بالدولة تمر بالطائفة منذ الألف وتسعمية وعشرين ألفين وعشرين هيدا الصورة تكربجت هيدا الصورة تعثرت هيدا العلاقة مش ضابطة من هيك المقاربة شو بتعملي بدك تنقل هذه العلاقة العلاقة يجب أن تبنى انطلاء من علاقة المواطن بالدولة مباشرة من دون وسيط تبنى على الحقوق والمجيبات نعم ننتبه مجتمعنا مجتمع مبني على إيمان هيدا مجتمع إيماني هيدا مجتمع ما بيشبه ولا مجتمع بالعالم نحن عنا خصوصي إيماني ما حدا نروحها وعنا تعد التواقف وهيدا اي شعبي ايه وهيدا خصوصية وهيدا الخصوصية ياللي عبقوله هذا البعد الإيماني بالحياة العامة يجب الحفاظ عليه لأنه غنى وإلوه مطرحه وين مطرحه هذا المطرح هو بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ هو لطمأنة الطوائف لطمأنة البعد الإيماني لهذه الطوائف لطمأنة كل من يخشى على خصوصيته الإيمانية هذا أمر أساسي بس هذا ما لازم يكون ببعد يجي يعرق للحياة العامة المجلس الشيوخ لازم يكون بالقضايا المادة 22 بتقولك إيها بالقضايا المصيرية القضايا المصيرية من حد هذا عملنا إنه اقتراح قانون عنا يجي الوقت بنعرضه ليكون بنقاش عندما وفقط عندما نطمأن الناس ببعد الإيماني حين نقدر نقارب الموضوع وعلى بساط نقاش لموضوع القانون الانتخابي خارج القيد الطائف اليوم في طرح بكتلة التنمية والتحرير بتقول بدى دائرة لبنان دائرة واحدة بالنسبية هيدا في بعض الأطراف في لبنان يخشى من هكذا طرح هلأ راحوا على طرح تانية اللي هو لبنان 128 دائرة يا أخي لا هيدا يعني عم نقدر نعمل حل وسط أنتو برأيكم ولازم نعمل حل بس شو هو هيدا الحل أنا لحقلك نحنا بلبنان بكرة عملنا انتخابات خارج القيد الطائف أنا وياكي اللي بنعتبر حالنا شوي إنه ما عنا هذا الحس البنقز هيدا لحنا نطلع بالنتايج أول شغلي بتعرف شو بنعمل منصير نعد ييييي طلعوا كلهم نخيي بروتستان هيك نحنا بعدنا بنطلع لو ننتخطى هذه الأمور فتح النقاش حول هذه الدوائر يلي ممكن تريح الناس بمقاربتها من دون أن نكون هيكي منفصلين عن واقعنا يلي هو واقع يجثد تمثيل صحيح لهذه المناطق يلي تفرزها هيدا بدون نقاش اليوم ما بدنا نحنا هيك نزد كلام وخبرية بدوا نقاش والنقاش هيكي بروت بس نكون صريحين مع بعضنا تالت إصلاح هو إصلاح ذات شأن مهم شو هو؟ نحنا كلنا بنحكي عن شو؟ اللامركزية الإدارية اللامركزية الإدارية هيدا بده بده كتير تفسير لأنا كل واحد عمي فيها معا عزيزي لأنا برافو عليك وأنا لح وضحها بنقطتين اللامركزية الإدارية الفكرة تبعها هي خلق ديناميكية جديدة للبنان خلق ديناميكية جديدة للبنان بلبنان اللامركزية الإدارية ببلد مثل لبنان بمساحته بالتعدد الطواقف اللي فيه بكلها لأمومة هلا 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 وشوف إذا ما بتشوف إذا إدارية بتكون ديناميكية يعني ما أنا نخلق نحنا ديناميكية لبنان بجنن لبنان هذا التنوع يلي فيه بدنا نعمل منه قصة كبيرة أقول لنا اسميك النائب كمان ملح مرياشي بهذا الموضوع عنده كمان كتير صولات وجولات كتير منيح نحنا يعني كلنا منفتحين على بعضنا ما فيه شي عندما يكون الهم وطني كلنا نتشارك خليني بس ايه تفضل تفضل أكيد احكي بموضوع اللامركزية بس لأخلص اللامركزية بفكرة حتى نرجع أنا بدي أقول لك اليوم نحنا وقتا منكونا نفكر اللامركزية أكتريت الناس اللي عبتفكر فيها بتفكر فيها مع محبتي بصورة باعتقد خاطئة يلي هي التقسيم بيعتبرو أول شي فيه ناس بتروح لهون أنا ما بفكر فيها لأن أنا لا أؤمن بلبنان غير لبنان الواحد المتنوع ضمن وحدته لا أؤمن بغير شي إنما كمان بنا نحترم الآخرين بس إنما يسمحوا لني شوي ما ناخد اليوم التقسيمات اللي هي شو شوفوا عليه كسروان وجبال الجنوب مرجعيون والنبطية الصيدة والزهراني اللي بقاع بقاع أوسط بقاع شمالة بقاع جنوبة والضندية وترابلس وبنعمل الأقضية الأربعة بالشكل يلي هي زغرتها بشرة البترون والكورة أوكي هيدا الصورة هيدا صورة انغلاقية انتحارية للفكرة يلي هي عم نحكي عنه باللا مركزين خلينا نروح إلى صورة أبها ولح أعطيك إياها وهيدا عندك سكوب هلأ فضل لبنان بدنا نعمله مناطق تتفاعل الدني فيها لبنان من فقش الماج للحدود السورية وخلينا ناخد هيدا المناطق هلأ عم نرسمها بشكل انه تكون تكاملية تكاملية بين فقش الماج والداخل الناس يلي جوه زراعة مع التجارة السياحة مع الصناعة الزراعة مع البعد يلي هو تكامل مع المناطق يعني وهيدا المناطق مختلطة بتصير يعني اتأملي انت عبتاخد من فقش الماج صوب الحدود السورية تعرف شو عبتعملي الداخل مع الخارج ديناميكية هذه الديناميكية هي ديناميكية طائفية ديناميكية اقتصادية ديناميكية تكاملية ديناميكية تعمل نمو بالبلد خارج هذا الانغلاق يلي اليوم الحرب كرست لنا عاييمنا ولا عاييم ولادنا ولاد ولادنا لا 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 عظيم اذا هيك معلش رؤية الرؤى يابيكون عندنا رؤية لهيدا البلد ونشوف انه بلدنا بيستاهل واهلنا بتستاهل انه نعطيهم خرق افق المسدود مدال ما نشوف اولادنا عبتروح شنت لبرا معلشي بنقدر نعطيهم على قد احلام يلي بدونيها ونفرجيهم ادا بيكون فيه ديناميكية صحيحة للبلد هذه الديناميكية اللي اعطيتكيها هذه مخالفة شيء لعيش معك هذه الديناميكية اللي اعطيتكيها هذه بتكون عبتة قوقع هذه الديناميكية ما بتكون بانفتاح كل على بعضنا وتصير مزبوط عم نعمل بلد بيستاهل بيحلى في العيش هذه الديناميكية ما بترجع تحطيك بتفاعل كلنا سوى مع بعض تتخطى كل هذه الاعتبارات الانغلاقية ويلي ما بيعود كل واحد يقول هيده منطقته وهيده منطقته هيده المنطق يلي بدنا نطلع فيه هيده التغيير يا ستنا طبعا طبعا فبالتالي فبالتالي نحنا اوروبا اخدت مئة سنة لانعملي ما عليش ايه اذا فكرنا اليوم بنقدر نخرق الاوبو كرميل هيدا ما بدنا نعملها بس ودي اقلتك هودة ثلاثة بعد فيه واحدة رابعة ليس منفكر فيها اليوم كمان كتير مهم يكون عندنا قانون احزاب ان يكون هناك كمان يعادة تحديثه ما فينا بقى نبقى بهذه السور النمطية في كل قوانين بدا يعادة تحديثي لا لا بس عبعطيك اصلاحات عبعطيك اصلاحات دستوري هذه الاصلاحات عطيت فيها وهذا النقاش هذا النقاش هو موقعه مجلس نيابه بيقدر يحكي مع بعضه هيدا هو السؤال نعم تحدثت عن الانفتاح فيما بين الجميع من خلال نقطة ثالثة من الاصلاحات يلي انت حكيت فيها ويلي هي اساسية ومشروعكم من ضمن الثلاث اصلاحات انتو اليوم المجلس النيابه قدى انتو فيما بينكن منسجمين او في مناكفات فيما بينكن بتحكي عن كل الكتل يعني او بحكي عن مجلس النيابه عموما كمجلس نيابه بعدين انتو رح تكونوا ضمن كتلة نيابية واحدة ام رح تكونوا نحنا تكتل ولسنا كتلة كيف يعنيش الفرق يعني الكتلة الكتلة بتكون هي كتلة في رئيس كتلة بيمشي هو بالصف نحنا تكتل منفتحين بقراءنا بتنوعنا تكتل يضم 13 نائب نعم تكتل واحد رح تكونوا ومتما شفتونا يعني يعني عبتشوفونا لأ شفناكم بالاستشارات الملزمة لأ كان في ثلاثة غايبين منكن لأ 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 ثلاثة عطوا رأي مخالف نحنا شفتو 13 طيب بيرح بالاستشارات الغير ملزمة كانتو 13 يمكن كان في نحنا نعم ميشيل دويه ما كان بيناتك اي كان في بولا لأن كانت ناطر البيسي ار كان يعني كانت هي مخالطة مخالطة وكان في عنا شخصين مرادة وفي عنا مار كان مسافر هو هنا مش اكتر من هنا والنائب ميشيل دويه باعتقد كان عنده يمكن موقف من عدم الجدوى بحضوره بس انه هيدا الالتليقية بالأول بس انتو هتكونوا 13 يعني هاي هي الديمقراطية اللي انت بتحكي عنا ضمن هذا التكتب نحنا العمنول هيدا هذا تنوع ضمن التكتب خليني ارجع خليني ارجع لموضوع الساعة يعني للاوقات من لقي حالنا قديش ما بعرف اذا بدنا نقول بو ادي شو ادي عنا رؤية ادي عنا رؤية بالتغيير عم بحكي بموضوع تقليف الحكومة بس انا اه ما من هيك عبالي ليش يعني نحنا 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 تشوف وشوف وين وشوف وين وشوف التغييرين وين ايه وشوف هم شوف التغييرين وين بس ما بدنا 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 اخر الشي عملانيا شو بده يسير عملانيا واصلين واصلين ساعات النائب لموعد الانتخابات الرئاسية واصلين بحكومة تصريف اعمال واصلين بحكومة من لون واحد واصلين بحكومة معدلة ولا باي نوع من الحكومات واصلين او باقيين مثل ما نحنا بده اقولك شغلة يعني عبيرجع ويعطوا نفس الصورة للشعب اللبناني هيدا الصورة يلي نحنا بنعرف نعطي لبعضنا ونعطي للمؤسسات ومنى على قد المسؤولين انتو انقاضيين لكتير من الناس معتبليكن انو انتو جايين الامل فيكن يعني معتبلي من الناس هلا بس لا اقول لي هلا بس لا اقول لي هلا كتير حلو انو وقتا بدنا نسكر ع فشل الكل ونتطلع بس عها 13 ونقلو انتو انقاضيين وهو ديكي كلهم لازم يناموا على على مخدتهم وما يعملوا الا التعطيل لا ما ابدا ما عم نقول هيك مش هنالك انا نواب صف اول وصف عاشر نحنا نحنا اخدين الصف العاشر نحنا قبليني بالصف العاشر وخلي يعرفوا يعطوا شي صورة غير تعطيل لهذه المؤسسات نحنا قلنا هلا يعني ابطال بالتعطيل ابطال بالفاتويات على بعض ابطال يعني اليوم عبتقليلي انت ما يعني ما عب يقدروا ما بدون مشكله نحنا نواب التغييريين نحنا قلنا موقفنا اوكي وشاركنا دولة الرئيس فيه وقلنا له نحنا لا مش مشاتين يلي ممكن يخليكن تقدروا تغيروا شي ستنا نحنا نغير اول شي لحل انتو اول شي يلي بيعطي صورة مختلفة ما بيكون مع بيعمل شي نحنا عم نعطي صورة مختلفة ونحنا قلنا لتسيير الديمقراطية في لبنان لا يمكن اعتماد نفس الطريقة بالتأليف هيدا يلي عب يصير ما بيوصل إلا لكربجة وإلا لعدم تأليف الشباب عب يتخانقوا كم لح ياخدوا وزير الزيادة وكم وزيرة بالطالع بعد ما وصلنا لهالمرحة لكنا على قدرة بعد ما وصلوا لهالمرحة ما وصلوا للتأليف لانا عم تحكي عن محاصصة وهدل سألتك يانو مين حكي بالتأليف شوفي وين وصلنا بعد ما وصلوا لهالمرحة يبدون شي شهران ثلاثة بعد يمكن لا يفكروا انو يوقوا مشان هيك عم قل لك ما عنا ترا في الوقت مشان هيك عم قل لغم دعين فتاة وصلنا لرئاسة الجمهورية لين وصلين لازم نروح الانتخاب ورئاسة الجمهورية نحن سنكون موجودين داخل المجلس النيابي لن نعطل أي جلسة نحن من الناس اللي عندنا مسئولية بننا نمشي بالديمقراطية وبننا نعمل كل ما علينا من واجب وطني حملونا يا الناس يعني انت تعطيل ما قلنا فيه نحن هني يتحملوا مسئولية التعطيل هل تكبر ساعات النائب انه واصلين الى موعد انتخابات رئاسية مع حكومة تصريف اعمال؟ انا بعتقد انا لحقلك في صعوبة وبالتالي اذا كان هذا السيناريو انا لحقلك انا سمعت من دولة الرئيس عندما كنا معه انه هو بصدد تغيير بعض الاسماء تعديل وتعديل بعض الاسماء هذا اللي حكينا فيه هذا اللي سمعتك حكي عن خمسة وزراء الطاقة الاقتصاد اعطيك 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 انا كنت عليه اعطيك هو عنده فكرة انه بتعديل بعض الاسماء اي قلنا له لدولته دون يخدوا ثقة هذا اللي قلنا بس نحنا اللي عم نقول له فيه ناس بتدور على الثقة وفيه ناس عم بتدور على الانقاص خدوا خدوا الثقة من دون انقاص لنشوف شو بدون يعملوا نحنا بننا الانقاص يعني انتو رح تعتوا ثقة نحنا ما بنعطي ثقة الا للبيان الوزاري نحنا وقتا بيكون في بيان وزاري بنقرى البيان الوزاري وعلى ضوءه بس لحد هلأ نحنا خارج الحكومة ومش لحنا نعطي ثقة ما نحنا فيكن تكونوا خارج الحكومة وتعطي ثقة ونعطي ثقة هايدي كمان من الامور يلي منا صحية منا سليمة اليوم الديمقراطية لا 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 بترجعكم بس اتقلفت حكومة نعم واذا انت منك بالحكم ما بتعطي ثقة ديمقراطية هيك بتقول بننا نفصل ما بين يعني الازدواجية هايدي ما اسمه عرقى لي اخر شي نعم ما اسمه هايدي انه نحنا عملنا اسمه كسيزوفرانيا اسمه كسيزوفرانيا اسمه ازدواجية بين الكلام وبين الفعل اسمه كسيزوفرانيا بين انه انا بسميه وبرجع بعطيه ثقة نعم ما اسمه عرقلي يعني اذا انتو فيكن ما تسمو للرئيس ميقاتي لنقول الالف حكومة باسماء مختلفة ممكن ان تكون اسماء بالنسبة لالكن تغييرية شو بيمنع ما بتعطوا ثقة خلاص لانه مجرد انه الرئيس نجيب ميقاتي هو رئيس لهذه الحكومة لانه في ناس حكم نحنا لان اما في ناس بتحكم وفي ناس بتعارض طيب عزي يلي بتحكم بتحكم ويلي بتعارض بتعارض شو مشكلتكم بالبيانة الوزارة جيش شعب مقاومة ما قلنا شي نحنا احنا عم نقوله لا انا هلا عم بسأله لا انا عم بسأله اذا كان في جيش شعب مقاومة ما بيكون على ذوقه الموضوع شفت البيانة الوزارة ما لا يكتب بالسابق يكتب اليوم نحنا اللي عم نقوله في عندنا مقاربة هذه المقاربة ما فينا نروح الى مكان ما بيؤدي فيها الى اللعبة الديمقراطية اليوم عبت يليلي ازدواجية بدي كد نكون نحنا بنفس الوقت نحنا ما منكلفه ونحنا منرجع منعطيه ثقة مش هاك الامور مش هاك الامور فيه شغلي بنا نتعلمه ازدواجية مظبوط مظبوط بشكري وحياتك مظبوط يلي عبت قوليه بس هيدا كله خطأ هيدا كله خطأ هناك من يقرأ اوقات انه انتو عم بتخالفه لتخالفه نحنا عم نخالف هلا يعني عم بتعارضه فتو قصدي انا عم بتعارضه بس لمجرد انه المعارضة باستنا بتسمحيلي بسؤال اكيد اذا نحنا بنرجع على قصص الديمقراطية يلي كانوا نسينا من 30 سنة الى هلا يلي بيجوا بيختزلوا فيها المجلس النية بنكون نحنا عم نعرقيل اذا نحنا عم نقول له انها خيي حكوم وانا علي انه رائب خاسبك وراقبك شو المشكلة ما عب بفهم وين المشكلة ما عب بقل له خيي حكوم واذا 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 حكمت انا عبرائب عم بتقول انتون انت غيبوا عن اي جلسة بموضوع رئاسة الجمهورية بس موضوع نحنا بكل شي بس وصولا الى موضوع رئاسة الجمهورية نحنا اي جلسة موجودين نتحمل المسئولية الوطنية يلي كلفونا فيها الناس شو هو البروفيل رئيس الجمهورية اللي انتو بتكونين طلعي بعدنا الهلا ما حنقول اشخاص لا اكيد اول شي انا بدي اشكلك عالسؤال لانه هاي هذه الاسئلة يلي مشروعة ويلي الجدية فيها انا لحليك نحنا باجتماعات هلا حتصير اجتماعات مفتوحة لنحط المعايير وصدقا كل المسار يلي عم ناخده هو مسار على معايير وهيدي المعايير عم نطرحها بالعلن وعلى ضوءة نقارب الموضوع كل ما تفضلت فيه هو مظبوط هيدا هي يلي اليوم مطلوبة منا لوضع المعايير هو شخص يجب ان يكون على مسافة واحدة ليكون الحكم ما بين كل الناس ويجمع الناس فيه هذا المقام في عندك امثله معا اغلالك شفتك كيف كيف زيت انتديا على لها انا ا引ع lux mü هذا الموقع وموقع الجامع هو الموقع الحضن الكبير الذي يجمع الجميع هذا المقام بده يكون يقدر ان يكون صدقا هذا الحكم الذي يجمع دائما هذا موقع رئاسة الجمهورية. الرئيس القوي سقط؟ بالنسبة لي لا أقيم بالقوة. لا أعلم ما يعني القوة. أنا أعتبر الرئيس هو الرئيس الذي يجمع. بعدين تعرفي شغلة منية حالك سألتنا القوة تعرفي أنه في فرق بين القوة والعنف. والقوة يجب أن تكون تقدر تكون وين؟ هي القوة بالعدالة. هي القوة بالقانون. هي القوة كيف نقدر نعمل عدالة اجتماعية. هذا القوة. العدالة الاجتماعية لا أحد يفكر فيها. لا أعتقد التغييرين يفكرون فيها. ولو هن بالصف العاشر. لا هذا تواضع كثير. إن شاء الله تقدر تعملوا شيء بهذا الإطار على كلهم. أنا أريد أن أشكرك. أنا أريد أن أشكرك. أريد أن أشكر المحطة على المسيحة التي أعطتنا إياها. دائماً هذا من الأمور التي تسمح لنا أن نكون على كمان مقربة من كل أهلنا أينما تواجد. أنا يعني نحن نتمنى لك التوفيق طبعاً. لألنا كلنا. ولل 13 نائب وللجميع. لكل البلد. لكل البلد. أكيد أكيد. أمامنا أيام إن شاء الله تكون منيحة. نتمنى تكون منيحة. علينا أن نجهد لتصير منيحة. إن شاء الله. شكراً وأهلا وسهلا. شكراً لإلك. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة لهذه الحلقة بالنظام. نعود ونلتقي مجدداً الثلاثاء المقبل الثامنة ونصف مساءً بتوقيت بيروت. إلى اللقاء بإذن الله. اشتركوا في القناة